آفة العلم النسيان إنه أنا حتى أذكر المعلومات هذا يعتبر لحد ما تحدي ولكن حتى إحنا نكون قد التحدي ونقاوم النسيان شنو اللي لازم نسوي؟ الراجع الراجع ولكن كل مرة لازم الراجع بطريقة مختلفة يعني أنا لازم أقرأ بطريقة معينة وأراجع بطريقة مختلفة وأراجع مرة ثانية إذا أحتاجت بطريقة مختلفة كل مرة بطريقة مختلفة إذا كانت دائما بنفس الطريقة أنه رح أحس أنه الأمور يعني ما قاعد يثير اهتمامي أنه أنت تحتاج أن تثير اهتمام دماغك حتى يحفظ المعلومة إذا ما حفظها وقت ما أنت درست يحفظها وقت المراجعة إذا ما حفظها وقت هذه المراجعة رح يحفظها بالمراجعة الثانية بهذا المعنى انتبع هذه المحاضرة موسيقى 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 عن الحدود البوردرز مالتها رح تكون هي عبارة عن الكلافيكال والسكابيلا هذه طبعا رح تكون قناة اسمها سيرفيكو أكزيلاري كينيل هي القناة اللي رح تدخل رح تدخل من عدها كل هذه اللي هي الارتريز والفينز والامفوتكز والنيرز اللي تقرفنا عليها قبل شوية هذا بما يخص الابكس بما يخص البيس فهي عبارة عن عبارة عن عبارة عن فاشا هذه هي عبارة عن البيس وهي رح تكون الارمبت يعني معناتها الأبط هذا الشي اللي رح يكون هو هذا الأبط طيب ايضا رح تكون الانتيريير 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 وال الانتيريير وال رح يتكون من مصص اللي هنا عبارة عن البكتوراز ميجر البكتوراز ماينار والسبكليفيس مصص وايضا رح يتكون رح يتكون من الفستنج فاشا اوف ديس مصص ورح اكيد رح يكون يعني من الاسكين ومن السبكتينيوس تيشو بهذا المعنى هذا رح يكون الانتيريير وال البستيريير وال رح يكون من الاسكابيولا ورح يكون من هذه المصص اللي هي السبسكابيولاريس ورح يتكون من و طبعا البكتوراز ميجر وال اللاتسماس دورسي البكتوراز ميجر رح يتكون الانتيريير فولد وال الانتيريير اكزلاري فولد وال اللاتسماس دورسي والتيريز ميجر رح يتكون البستيريير اكزلاري فولد بهذا المعنى اما ادي الانتيريير سور الميديا الول رح يتكون من رح يكون جزء يعني رح يتكون من جزء من الثراسك وال اوكي اللي هنا اه فيرست فور ريبس بهذا المعنى واكيد السرادس انتيري لانه هي راح تكون موجودة على الربس اه اما بما يخص اللاتيرال وال فرح يكون هو عبارة عن او 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 مكون من القروف مكون من القروف هذي تكون هذا راح يكون هذا راح يكون هذا اوستيرير وال هذا الوال وهذا الوال بهذا المعنى ننتقل الى الاكزيلاري ارتري وهو اهم جزء الاكزيلاري ارتري راح يقسم الى ثري بارتس first part second part وختيرت بارت اوكي ثيرت بارت بوكسيمالي تو ديستالي بهذا المعنى اه طبعا الاكزيلاري ارتري راح يبلش اوكي راح يبلش اه يعني بحدود الفيرست ريب وهو عبارة عن الكونتيوشن اف سابكليفين احنا راح نقسم الى ثري بارس اعتمادا على شنو اعتبادا اعتمادا على البكتورالز ماينر هذي هي عبارة عن البكتورالز ماينر هذي راح يكون الفيرست بارت و بحدوده راح يكون هذا السكن بارت تقريبا اه يوصل يمكن الهنان وبعدها راح يكون الثير بارت بهذا المعنى وين ينتهي راح ينتهي بالامفيرير بوردر اذا يعرف نفس ايضا عندنا الهكن راح تكون كل بارت الى برانجز او او ادي الفيرست بارت رح يكون مكون من برانش واحد فقط اما السكن بارت رح يتكون من 2근�시고 والثير د بارت رح يتكون من 3 برانشز. بهذا المعنى. رح يكون الى برانش واحد. رح يكون الى والثارد رح يكون الى هاي طريقة سهلة لحفظها. طيب. هاي اول نقطة. النقطة الثانية. شنو البرانشز ما لديه? طبعا رح يكون هو البرانش الوحيد. اه اما رح يكون رح يكون حاوي على البرانشز. البرانش الاول اللي هو الثاركو اكروميال ارتري. الثاركو اكروميال ارتري رح يقسم الى فور برانشز. يعني هو مجرد ان يخرج. اعتبر برانش واحد من السكند بارت اوف دا اكزلاري ارتري. مجرد ان خرج رح يتقسم الى فور برانشز. هذا البرانش اللي هو رح يكون البكترال. هذا رح يكون الاكروميال برانش. هذا رح يكون هذا رح يكون وهذا رح يكون بهذا المعنى هذا هو عبارة عن كله رح يكون هو من أهم مثل ما قاعد نشوف أنه تفرعات كثيرة ورح نشوف بعدكم معلومة عنا رح نأخذها بالإستاذ الجاي قدنا طبعا البرانش الثاني من رح يكون هو عبارة عن هذا هو عبارة عن طبعا حفظ جدا سهل إذا فهمتوا الفكرة هذا هو أول أول برانش فرح نسميه سوبرير لأنه موجود على الثوركس وارتري طبعا قدنا هنا هذا الثوركو أكروميال ليس سمينا الثوركو أكروميال لأنه رح يكون جزء من عنده الثوركس وجزء من عنده يوصل للأكروميال فأقصى نقطة قائد يوصل لها هو الأكروميال أوف ذا اسكابيولا وأقرب نقطة قائد يوصل لها وعبارة عن الثوركس فسمينا ثوركو ثوركو منا أكروميال فثوركو أكروميال بهذا المعنى أما اللاترال ثوراسيك أرتري فمثل ما قاعد نشوف أنه هو صير لاترال للثوركس فعملية حفظها سهلة إذا فسرنا الكلمات مع لاتن جدا سهل طيب الثورت بارت رح يتكون منه ثري برانجز الفرست برانج من عنده اللي هو السبسكابيولار أرتري السبسكابيولار أرتري هو عبارة عن أكبر أرتري من ناحية الدياميتر وأقصرهن من ناحية الطول بهذا المعنى طبعا مجرد أنه يخرج بقى شوية رح ينقسم إلى الكنتينوائشن ماتة رح نسمي الثوراكو دورسل أرتري هنا الثوراكو دورسل ثوراكو يعني الثوركس دورسل يعني رح يكون دورسل للثوركس رح يكون شوية مائل يعني إلى البوستيرير أسبكت أما هذا فهو رح نسمي السيركم فلكس السكابيولار أرتري سيركم فلكس سكابيولار أرتري يعني معنات رح يدور حول السكابيولا ويكون بوستيرير للسكابيولا ويكون معلومات رح نتعرفها عن نبع شوية أما البرانشز اللي تبقت رح تكون عبارة عن الانتيرير والبوستيرير سيركم فلكس هوميرو أرتري أو أرتريز ذني الاثنين طبعا الانتيرير رح يكون مثل ما نشوف يعني الدائمية ترمى التقالية رح يكون رفيع والبوستيرير رح يكون أكبر من عنده وبعده رح ينقسم إلى كذا شي هذا الشي رح نتعرفه إن شاء الله بالمستقبل هذا هو عبارة عن الثراكة أكروميو أرتري مثل ما قاعد نشوف التقسيمات مالتا وصاحبة طبعا هذا هو عبارة عن السيفالك ذين السيفالك ذين مثل ما قاعد نشوف موجودات مع بعض طبعا هذا الأوبنينج أو الأوريفيس أو الأوريفيس هو عبارة عن أوبنينج رح يكون بالكوستو كوروكويد ممبرين هذا الكوستو كوروكويد ممبرين رح يكون أوبنينج موجود به تقريبا رح يكون بالكلافي بكتورال ترينجل بهذا المعنى طيب هنانا رح نتعرف من البوستيري اسبكت على الاسكابيولا رح نشوف انه هذا الشيء او هذا الارتري هو عبارة عن السوبر اسكابيولار ارتري رح يكون سوبرير للسوبر اسكابيولار لجامنت هذا الليجامنت اللي قاعد نشوفه هذا الابيض هو السوبر اسكابيولار لجامنت وهاي هي عبارة عن السوبر اسكابيولار نوتش فهذا الارتري رح يكون فوق هذا الليجامنت طبعا ما كل البشر عدوم هذا الليجامنت اكو بشر عدوم اكو بشر معدهم مجرد أنه يدخل السuprascapular artery مجرد أنه يدخل للسكابيولة رح ينقسم إلى two branches البرانش الأول اللي هو رح نسميه السupraspinous branch of the suprascapular artery أما البرانش الثاني فرح نسميه linfraspinous branch بهذه البساطة هذا هو عبارة عن circumflex scapular artery وعدنا artery الثالث اللي هو هذا عبارة عن dorsal scapular artery هذا هو عبارة عن dorsal scapular artery dorsal scapular artery والsuprascapular artery والcircumflex scapular artery كلها رح يسوى الانستموسيز هذه المنطقة رح تكون هي عبارة عن المنطقة مال الانستموسيز لذني لثري آآ آر تريز وهذه الانستموسيز مهمة جدا رح نتعرف عليها باشوية طيب هي هاي لشوية مثل ما عرفنا انه هذا هو عبارة عن dorsal scapular artery هذا الارتري هذا الارتري يعمل الانستموسيز مع intercostal arteries اللي هنا الارتريز رح يكون المبين الربز وهذا الارتري اللي هو عبارة عن thoracodorsal artery اللي هو عبارة عن continuation of the sub scapular artery طبعا رح يعمل ذول الانستموسيز مع بعضهم وايضا الدorsal scapular artery رح يعمل انستموسيز مع البقية الان انا اللي يهمني شنو من هذا الشكل شنو اللي يهمني اذا صار قطع اذا صار قطع بالأكزلر الارتري شنو اللي رح اسوي او شنو اللي رح يصير اذا صار هنا عندي قطع ذني الارتريز مع بعض هن اذا صار عندي هنا قطع اقدر افتح سبوي او افتح طريق مختصر اوكي هو مو مختصر ولكن طريق ثاني اوكي يوصني من الفيرست بارد او من السبوكليفين ارتري مباشرة الى الثير بارد عن طريق السبوكليفين ارتري بهذا المعنى الانستموسيز رح ناخذ اول وحدة من ناحية الانتيري اصبكت اوكي من الانتيري اصبكت رح ناخذ اول انستموسيز ادنى طبعا هذا السبوكليفين ارتري اللي خارج من انته هذا رح يكون الدورسل اسكابيولار ارتري هذا الدورسل اسكابيولار ارتري رح يطلب لط سبلاي المنحنا نتخيل انه بهذه المنطقة هذا انسد انسد بعد ماكو بلط ولكن الانسداد اكو نوعين اكو سلو اكلوجين يعني انه يبدي ينسد الارتري بشكل تدريجي اذا نسد الارتري بشكل تدريجي يعني معناته احنا رح نقدر نسوي هاي الطريقة اوكي ناخذ هذا الطريق حتى نوصل البلاد يبقى يعني البلاد موجود وكل شي تمام وهذه الكولاتيرا السيركوليشن اللي هي خلنا نقول السيركوليشن اللي تكون معكوسة او السيركوليشن اللي رح تعوض عن السيركوليشن الرئيسي المين سيركوليشن بهذا المعنى اذا صار عندي هنانا انقطع بشكل تدريجي انا رح هيكون هذي الكولاتيرا السيركوليشن افكتد اوكي او سافشنت يعني كافية وكفوئة خلنا نقول واتوصل الدن بشكل كافي اما اذا صارت سيدن اكولوجين يعني انسد بشكل فجائي فهذي الكولاتيرا السيركوليشن ما رح تنفعني ما رح تكفي فإنه إذا كانت slow occlusion هذا الـ Anastomosis رح يكون actual Anastomosis يعني يكفي يسد الحاجة أما إذا كان لا مو أكتوال إذا كانت مو كانت sudden فالـ sudden ما رح يوصلني إلى Collateral Circulation Sufficient فبالنهاية شن اللي رح يصير رح يصير رح يصير يدي potential Anastomosis الـ potential Anastomosis يعني معناته الـ Anastomosis اللي قاعد يصير ما قاعد يسد الحاجة هاي أبسط فكرة يعني موجودة عندي وهي هي أبسط فكرة فإذا صار عندي slow occlusion وقاعد يصير عندي Anastomosis فالـ sudden ما رح يجي رح يجي من السبك بشكل مباشر ويجي عن طريقة ويروح مباشرة إلى الثراكة ويروح منه إلى السبك بشكل مباشر بهذه البساطة هاي من جهة الأنتيرير اللي قاعد يشوفها من جهة الأنتيرير من جهة البستيرير اللي رح يصير شنو هذا الدورسالسكابيولر أرتري رح يعمل Anastomosis وياماً مع السيركم فلكس اسكابيولر أرتري وأيضاً هذا السبكراسكابيولر أرتري أيضاً رح يعمل Anastomosis مع السيركم فلكس اسكابيولر أرتري فرح يصير المنافذ مال الدم أمين المنافذ مال الدم من مكانين أو رح تدخل رح تدخل الثيرد بارت اف أكزلاري أرتري من مكانين المكان الأول اللي هو عبارة عن الثراكة دورسال أرتري أوكي الثراكة دورسال أرتري رح تدخل للأكزلاري أرتري والمكان الثاني هو عبارة عن السيركم فلكس اسكابيولر أرتري أمين رح يجن بالمكان الأول رح تيجي فقط رح يجي فقط من الدورسال اسكابيولر أرتري وبالمكان الثاني رح يجي من مكانين يعني بالسيركم فلكس اسكابيولر أرتري رح يجي من مكانين اللي هو من السوبرسكابيولر أرتري ومن الدورسال اسكابيولر أرتري بهذا المعنى وبالنهاية أنا اللي يهمني رح يوصل الدم إلى السبسكابيولر أرتري اللي ما فهمتهت على الفكرة أول شيء يشوفوا المحاضرة الأساسية ثاني الشيء أنه هي كل الفكرة أنه أنا صار عندي قطع هنا بهاي المنطقة هاي المنطقة الخضرة هنا هذا أكو اكلوجين يعني أكو سد انسداد أنا هنا أعدي انسداد رح أخذ طريق ثاني أنه أوصل الدم من السبكليفين أرتري إلى الثيرت بارت أوف أكزيلاري أرتري بشكل مباشر بشكل مباشر اللي هو هذا شنو هذا هو عبارة السبرسكابيلار أرتري وهذا الدورسالسكابيلار أرتري وهذا السيركم فلكسسكابيلار أرتري والدورسالسكابيلار أرتري رح توديني إلى السبسكابيلار أرتري وبالنهاية إلى الثيرت بارت ويمشي ولكنه أكو هناك انسداد هاي هي عبارة عن الكولاتر طبعا بعد أن شفنا الصور اللي تكون واضحة على نتر وعلى أمور الآن ننتقل إلى طبعا هذه الصورة حقيقية عن الجسم البشري وهذا هو عبارة عن Axillary Artery هذا هنا يبلش يوصل يعني له هنا هو عبارة عن Subclean Artery وبعدين Continuation Monter رح يكون هو عبارة عن Axillary Artery والContinuation of Axillary Artery رح يكون عبارة عن Brachial Artery الآن اللي لازم نفكر شنو احنا نراجع معلوماتنا الأساسية انه Axillary Artery احنا رح نقسمه إلى Three Parts طبعا هذه هي عبارة عن Bacterialis Minor Muscle هذه هنانا رح تكون ورح تغطي لي هذه المنطقة بهذا المعنى فنشوف الامتداد يعني هذا رح يكون تقربا First Part وهذا منها رح يبلش Second Part ويكمل ك Third Part فاحنا يعني شر ينقول انه نرتب معلوماتنا على أساس اللي نعرفها بالأول الدماغ لازم يشوف يعني الدماغ يشوف المعلومة حتى العين تقدر تشوفها هاي الفكرة يعني طبعا هنانا من كل شو واضح لأنهم مقطعين بعض الأجزاء ولكن هذا الفيرست بارت والSecond بارت يبلش بهذا الثراكو أكروميال أرتري هذا هو الثراكو أكروميال أرتري رقم عشر الثراكو أكروميال أرتري طيب هو المفروض يعني أول ما شوفه أرفه أنه ساركو أكروميال لأنه رح يكون معطي للبكتر المسلز سوما قاعد نشوفه يكون معطي للبكتر المسلز الثراكو أركوميال أرتري الأنتيرير 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 هنا مكل شيء مبين هذا البياضة اللي طالع هذا شوية أو هم بياضة يعني شوية لون لايت يعني يكون لون خفيف أوكي فاتح البوستيرير رح يكون يعني أسمك الدياميتر مات أكثر فهذا هو هاي الفكرة يعني اللي حبيت أوصلها أنه إحنا نخلي دماغنا أنه الجسم البشري هو مو بالشيء الكبير يعني يعني أكيد مو بناية أوكي حتى أني أتيه بيها لا أنه هو عبارة عن يعني هاي كل هالمنطقة هاي كلها تغرم قد الكف فما أحتاج أنه أظل أفكر كثيرا أنا أحدد الأشياء الواضحة عندي فهذا الأكزيلاري أرتري بالنسبة ليه جدا واضح وهذا تركو أكرامي الأرتري لازم يكون جدا واضح لأنه مثل ما قلت يتكون تفرعاته كثيرة وهاي الصورة لأنه صورة مو كلش واضحة لو شفوها بالحقيقة تشوفون الأشياء جدا واضحة جدا ننتقل إلى الأكزيلاري فين الأكزيلاري فين ما رح تحدث الكثير عنه لأنه أساسا بالمحاضرة الأساسية ما كان الحديث كثير عنه الأكزيلاري فين ببساطة أنه أول شيء موقعه رح يكون أنترو ميديل أو أنترو ميديل أنترو ميديل المن للأكزيلاري أرتري هاي أول نقطة النقطة الثانية طبعا إحنا أيضا رح نقسمها إلى ثري بارتز رح نقسمها إلى ثري بارتز بهذا المعنى أدي مثل ما قاعد نشوف بهذه الصورة هذه الصورة شنو اللي قاعدة توضح لي قاعدة توضح لي أنه التروبيوتريز طبعا الأكزيلاري فين أو الفين بشكل عام ما رح نسميهن ذني برانتز رح نسميهن تروبيوتريز ليش تروبيوتريز؟ لأنه هن رح يجي الدم بهن ويصب بالمين فين ليس بالأكز بينما بالأرتري لا الأكز إنه رح يجي الدم من الأرتري الرح يصب بالبرانتج بهذا المعنى هنا 얼نعكز إنه رح يجي من البرانتش اللي ساميهن تروبيوتري و تروبيوتريز رح يدخن بوى شرة بالمين فين مثل ما قاعد نشوف أنه الأكزيلاري فين التروبيوتريز ما اضطى أكثر بكثير من البرانتز بهذا المعنى هاي الفكرة مهمة انو نوصلها طبعا اي افكار ثانية يعني ما كثيرات ومو مطلب انو كلهن نحفظهن مرور الزمن انو رح نتعرف على بعض الارتريز او بعض الفينز كل ما نتعرف على الفين رح نعرف من داخل ومن الواصل والى اخير رح نتركن للزمن الزمن كفيل يعني يحل كل هاي المشاكل طيب اه هذه الفين اوكي الفينز اه طبعا احنا ادنا نوعين من الفينز ادنا سوبر فيشال فين وعدنا ديب فين او سوبر فيشال فينز وديب فينز طبعا الاكزيلاري فين اكيد ديب فين اه مثلا ادنا السيفاليك فين رح يعتبر سوبر فيشال فمثل ما قاعد نشوف ذني هنا عبارة يعني لموجودات اللي لونهن فاتح هنه السوبر فيشال وللونهن غامق هنه عبارة عن الديب فينز ورح نتعرف على الديب فينز بشكل اكثر لما نتعرف مثلا على الارم لما ندرس الارم بالمحاضرة القادمة عن الابر لم راح تكون عن الارم بهذا المعنى طيب ننتقل الى الاكزيلاري ليمف نوتس وناخذ فكرة بسيطة عنهن طبعا الاكزيلاري ليمف نوتس هنه عبارة عن 5 موزعات بطريقة بحيث يكونن على حدود الاكزيلار اوكي هذا البرميدال شيب مثل ما قاعد نشوف هذه او نبلش من هذه هذه الهيوميرال ليمف نوتس مثل ما قاعد نشوف صايرة بهذه الزاوية وهذه راح تكون السبس كابيولر ليمف نوتس راح تكون بوستيرير لي وهذه البكترال ليمف نوتس او هنه ليمف نوتس مو نود وحدة يعني مجموعة مو فقط وحدة انتيرير لي وهذه السنترال راح يكون بمنتصف بمنتصف الاكزيلار ولكن راح تكون اقرب الى البيس ادنى ايضا اخير شي راح تكون الابيكال ليمف نوتس طبعا مثل ما قاعد نشوف الاسهم الهيوميرال والبكترال والسبس كابيولر كلها راح تيجي تصب وين بالسنترال ليمف نوتس السنترال ليمف نوتس طبعا راح تكبر اكو قاعدة عامة الليمفاتيك سيستم او الليمفاتيك فيسلز والليمف نوتس كل ما تجهت بروكسيمالي يقل عددها ويزداد حجمها هاي قاعدة عامة فقدنا هذي السنترال ليمف نوتس اكيد راح تكون اكبر من البقية ذنية الى ثلاثة والسنترال ليمف نوتس راح تصب بالابيكال ليمف نوتس هذه ببساطة يعني ناخذ فكرة بسيطة عنها وبعدها ما راح تخرج راح تصب بهذه السبر اسكابيولر سبراء كلافيكولر ليمف نوتس وتكمل يعني راح تخرج من السيرفيكو اكسلاري كينال الافكار الاضافية نتعرف عليها بالمستقبل واقع افكار اخر راح ناكيد اخذناها بالمحاضر الاساسية هذه طبعا هنان راح تبييلي انه توزيع اللمف نوتس هذه طبعا راح تكون الهيوميرل هذه راح تكون السبسكابيولر اللي هي البستيريار هذه راح تكون البكتورل هذه عبارة عن البكتورل ليمف نوتس هذه راح تكون سنترال ليمف نوتس وهذه هي جزء ذنية موكل هن وحدة من هن او يممكن اثنيا او كامية بسيطة يعني يا وحدة يا هي تشي تقريبا واحدة اثنين هنا عبارة عن آآ بهذا المعنى فنلاحظ انه شو رح يصير وبنها رح يصب كل ذني داركشنز او كل ذني رح يصبا بهذه الانجل اوكي طيب آآ هذه هي الانجل اللي تحدثنا عنها اللي نسميها الرايت فيناس انجل واكيد عندي الليفت فيناس اكو ليفت فيناس واكو رايت فيناس فيناس انجل اتحدثنا عن هذا الشي بالجنيرال اناتومي واللي متابع ويا من البداية لحد ما هذه المحاضرة فالان كل شي عنده واضح اللي ما متابع هواي شغلات عنده واضحة اوكي طيب آآ هذه هي طبعا الاتجاهات نلاحظ انه الاسهم قاعد تبين لي انه شون قاعد يصير الاتجاه ومن قاعد يجي اللمف اللي هو السائل اللي يمشي باللمفاتيكس آآ والاتجاه رح يكون يصب بهذه الانجل الليفت فيناس انجل طيب ننتقل الى البركالبلاكسز البركالبلاكسز احنا قسمناها الى قسمين قدنا انه السوبركلافيكولر بارت السوبركلافيكولر بارت اللي رح يكون فوق الكلافيكال مكون من شنو مكون من الروتز هنشوف مكون من الروتز اللي هنه 5 روتز C5 C6 C7 C8 و T1 آآ ذني طبعا رح يخرج من هن 4 برانتجز اللي هو دورسل اسكابيلر نيرف سنما قاعد نشوف اول واحد رح يخرج الدورسل اسكابيلر نيرف ورح يخرج ايضا اللونغ ثوراسيك نيرف ذني رح يخرج من الروت مباشرة من الروت مباشرة بعدها رح يتكون ذني الروتز رح يكونن شي اسمه ترانكس ليه السوبرير ترانك وميدل ترانك والانفيرير ترانك طبعا السوبرير ترانك رح يخرج من عنده 2 ستز sparks ثوراسكابيلر نيرف سابقلير نيرف وغير رح يكون عندي السبك الليفين نيرف او نيرف solves هذه مع ابارة عن البرانتجز اللي رح تخرج من السورا كلافيكولر برانتجز بعدها رح يكون عندي الديورجنز الديورجنز جزء منهن رح يكون بالسبرا كلافيكولر بارد والجزء بالإنفرا وبالغالب هنا يكون خلف الخلف الكلافكال مثل ما قاعد نشوف أنه كل ترانك رح يكون two division anterior و posterior division وبذني رح يكون بدخوله أو قبل دخول البركياري بلاكسز إلى الأكزلة فهذا الجزء كله رح يكون اللي تحدثنا عنه لحد الأدن هو السوبركلافكولار رح يكون خارج الأكزلة خارج الأكزلة الدفجنز طبعا أحيانا يصير خلف الكلافكال مباشرة وأحيانا مثل ما قاعد نشوف هذا شوية مجرد شوية يعني قبل لا يدخل للأكزلاري هذه رح تكون طبعا الأكزلاري قبل لا يدخل بشوية انقسم أو أحيانا لا بدخوله بشوية يعني أكو فريشنز ولكن هي غالبا رح تكون خلف الكلافكال طبعا البارت الثاني رح يكون هو عبارة عن الفراكلافكولار بارت الفراكلافكولار بارت من شنو رح يتكون رح يتكون من الانتيريار مثل ما قاعد نشوفنا إذن الديفجنز رح يكونن اللاترال الانتيريار ديفيجن اف سوبر سوبرير والميدل الترانك رح يكونن اللاترال كورد وال البوستيريار ديفيجنز اف 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 الانتيريار اوكي رح يكون البوستيريار كورد واكيد ادي الميدل كورد رح يتكون من الانتيريار ديفيجن اف انفيريار ترانك فقط اه هذا كل هذا النية يعني ما تبقى من ادهن رح يكونن عندي النارز طبعا اكو تيرمين البرانشز واكو لا اكو برانشز يكون الخارجات مو بشكل تيرمينل يعني بشكل فرعي مثل هذا lateral bacterial nerve هذا نيرف اللي رح يغذي البكترال major وابدنى طبعا هذا ال upper وال lower sub scapular nerve ما قاعد نشوف وعندي هذا النيرف اللي رح يكون هو 39 درسل نيرف وعندي نيرف هذا المedyal bacterial نيرف وعندي المедial cutaneous نيرف اللي رح يغذي الارم وهذا نفس المedyal cutaneous nerve اللي راح يغضي foot arm وذني مثل ما قاء نشوف طبعا الامتداد مع lateral cord رح يكون muscular cutaneous nerve lateral cord رح يكون lateral root of median nerve و القناة w posterior cord رح يكون axillary nerve radial nerve radial nerve هو اكبر nerve وموجود بال verkallyplexes طبعا الميديال الميديال كورد رح يكون الألنر ورح يكون الميديال روت أوف ذا ميديان نيرف بهذه البساطة طبعا انتوا لازم تتغزلون بهذه الصورة يعني طالوا نتباون عليه وتتغزلون بها لانتحفظون ذني كلهم وانها جدا بسيطات يعني مثل ما قاعدة شوفون جدا بسيطة ومستقبل رح يتكررون عليكم كثيرا يعني فراح تحفظون وذكروا هذه الأم أوكي هذه الأم يعني رح تنفعكم هذه الأم مع اللي هي مكونة مثل ما قاعدة شوف من ذني هذه أيضا انتهت هذه الصورة كل اللي حبيت يعني أوضح بيها أنه ليش واللاترال كورد والبستيريال كورد يعني هذا 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 رح يكون هذا الميديال كورد وهذا مثل ما قاعدة شوف البستيريال كورد أوكي بهذا المعنى طبعا بعد أن أخذنا البركيالبلاكسز أخذناها على مور أكثر شي مور نتر ما استخدمت تقريبا ولكن استخدمت أكثر شي مور ففهمنا البركيالبلاكسز الآن نطبق المعلومات اللي أخذناها على هذه الصورة طبعا أكيد نحن قاعدة نشوفه بس أنه هذه الصورة يعني رح تتوضح بقى شوي أول شي هذا هذا ما ممكن يكون هذا نبيني يعني هذا يعني شو رح نعرفه طبعا هذا الكونتينيوشن متر رح يكون رح نعرفه هذا لأنه يعني الآن المفروضة تكون هنا شنو يعني هكذا أفكر شنو اللي المفروضة تكون موجودة هنا أول شي خلق أحدث هو هذا شنو أصلا هذا مبين الكتف يعني هذا 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 هذه البكتراليس ماينر أوكي هكذا تغطي هاي المنطقة هذه البكتراليس ماينر هذه العضلة عضلة تكون موجودة متصة يعني بالفيرست من بعدها يعني البركيال البكتراليس وال الأكزيلر رح يكون بستيرير الهم والكلافين سبك لفير رح يكون بستيرير الهم يعني consider سبك لفير رح يكون الأكزيلر رح يكون بستيرير الهم فهذه هددت عن المنطقة مبدئيا طيب نبلش طبعا هذه يعني ما أحتاج أفكر هذه البكتراليس ما ممكن أن يكون أكو أرraktريس كلهن بهذا السخن يعني وكونن كلهن بهذه الطريقة عندهم منزعته وبعدين هو الأرتري الرئيسي عندي هذا فما ممكن أن يكون هذا أرتري وما ممكن أن يكون فاين أبدا فماكو غير النيرف ولا ممكن أن يكون لينفاديكس لازم نيرف وما عدي بعد شغلة ثانية فأفكر أنه هو هذا هذه رح تكون الفيرست السي وان سوري السي فايف يعني الفيرست روت السي فايف السي سي 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 سيفن ليش قلت هنا سيفن لأنه واحدة السيفن رح يكون واحدة هنانا السي ايت والتي وان يعني موجود هنا ولكن صار خلف هذا الارتري اللي هو عبارة عن الترانسفيرس سيرفكال ارتري اللي هو احنا بعدنا ما ماخد ما ماخده أصلا طيب طبعا احنا عدنا الفيرست ترانك اللي هو هذا او سوري السوبرير ترانك السوبرير ترانك السوبرير ترانك رح يكون يندمج عندي السي فايف مع السي سي سكس يكون السوبرير ترانك وعندي هذا أيضا رح يكون يعني الكنتونيوشن ما الروت الثاني اللي هو السوري السي سيفن روت رح يكون هو عبارة عن الميدل ترانك اما الانفيرير ترانك اللي هو رح يكون يعني رح يندمج أو يصير ما بين الـ C8 والـ D1 رح يكون هذا هو عبارة عن الـ Inferior الـ Inferior Trunk طبعا كل Trunk احنا نعرف انه رح يصير عدة anterior-posterior Divisions ولكن قبل هذا نشوف هذا الـ Nerve اللي طاله اللي هو عبارة عن الـ Suprascapular Nerve ليش قلت انه هذا عبارة عن الـ Suprascapular Nerve لأنه مبين عندي طالق من الـ Precalplexes واللي يطلع منها من الـ Suprascapular Nerve هو عبارة عن Suprascapular Nerve طبعا الثراكو دورسل Nerve هذا هو الثراكو دورسل Nerve رقم 20 سوري الـ Long Thoracic Nerve هتذر الـ Long Thoracic Nerve مثل رقم دورسل الـ Long Thoracic Nerve من اسمه Long مثل ما قلنا نشوف Long هو مبين طالق من الـ Precalplexes الى ونازل لتحت فهو Long أوكي ويعني الـ Nerve الى لون واضح الى شكل واضح فهذا ممكن ان يكون غير Nerve لانه ما الا تفرعات ومو متعرج الـ R3 بالعادة يكون متعرج حتى يغطى اكبر مساحة الـ Nerve ما يكون متعرج لانه يكون متجه الى شيء محدد يعني بهذا المعنى هاي نقطة النقطة الثانية او النقطة الاخرى ادنا طبعا هذا انقسم الى Divisions هذا الانتيريار ديفيجين والانتيريار ديفيجين of middle trunk رح يكون lateral cord طبعا المفروض اللاتيريار ديفيجين يكون فعلا lateral لأكزيلر الارتيريار ولكن هما ما تشوفون شوية بعدي فلهذا السبب صاير هذا البوستيريار كورد اللي رح يكون هو عبارة عن يعني يجمع البوستيريار ديفيجين كلهم ويكون البوستيريار كورد اللاتيريار كورد رح يكون الامتداد للانتيريار ديفيجين of middle trunk ويكمل طبعا هنان يعني medial medial كورد الكونتينواشن ماتة رح يكون ulnar نرف ورح يعطي رح يعطي هذا مثل ما قاعد نشوف هذا هو عبارة عن medial root of median nerve وهذا عبارة عن lateral root of median nerve هذا الام هذا الام اللي تحدثت عنا الام رح يكون هذا مالته هو المسكلك المسكلك cutaneous nerve وهذه رح تكون lateral root of median nerve هذا هو median nerve هذا رح يكون medial root medial nerve وهذا رح يكمل عبارة عن ulnar nerve بهذا المعنى هذا الام يكون مميز شوية من بين بسبب الارتري ولكن هو يعني المفروض يكون مميز قدنا هاي الام هاي الانبيعاجة وكذا المفروض يكون مميزة الcontinuation of posterior cord رح ينقسم الى هذا ال axillary nerve وهذا الcontinuation مات رح يكون عبارة عن radial nerve بهذا المعنى وهذا median nerve فهذه صارت بالنسبة لي واضحة تبعتها من بدايتها لنهايتها صارت واضحة ما رح أدخل بتفاصيل أكثر لأنه هنا أساسا ما واضحات ولكن كان يهمني المين ويهمني أنه طريقة التفكير شن رح أفكر هو هذا أكثر شي يهمني طيب هنا الvariations of brachial ablexes أكو شي اسم prefix brachial ablexes أنه بدل أن تكون c5 رح تكون c4 وتنتهي بالc8 يعني prefix prefix brachial ablexes رح تكون c4 5 6 7 8 فقط ما كو t1 أما عندي ال post fixed brachial ablexes رح تكون ما كو c5 رح تكون c6 c7 c8 t1 و t2 بالإضافة لذلك t2 هذه نسميها post prefix post sorry fixed brachial ablexes وطبعا رح يكون أكو variations بإذن terminal branches مو فقط بالبداية أكو شوية variations مثلا ممكن median nerve يكون عنده مثلا two lateral root just one media root أو العكس أنه يكون عنده lateral root اثنين واحد just one وهنان رح يكون عنده two media roots مثلا أكو تصير عادي هذه اللي ممكن تصير لكن محدودة على فكرة يعني احنا بالنروز عندنا قاعدة عامة انه بالنروز محدودة بالنروز واسعة جدا لهذا السبب انه احنا ما ركزنا كلش على طيب هذه طبعا الصورة قاعد تتوضح لي انه اللي ممكن نصير مثل ما قاعد نشوف هذا او هذا اول واحد وقع على رقبته صار اكو اكسترا للرقبة رقبة من رقبة انك يعني فاللي صار رح يتقطع من هذه يعني رح يتقطع اللي هنا وال جزء من هن رح يصير به يعني هذ 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 هنعف بعدين نتعرف عليها وتعرف عليها ولكن بعدين ناخذ تفاصيل اكثر هذ هي ايضا نفس الحالة الموجودة هنا رح يتقطع c5 والc6 او اجزاء من عدهن هذا هن شن اللي صار عنده انه then shanat اللي صار ايضا over stretching لل arm فاللي صار او ال upper limb فاللي صار عنده شن اللي صار انه رح تتقطع inferior roots اللي هي c1 والc8 من تحت هذ هي ايضا نفس الحالة هذ هي يعني ال injuries اللي ممكن تصيب من ال roots مباشرة بالمستقبل رح نتعرف على ان هذه ال injuries شن ممكن تكون شن اللي رح يصير مثلا هذه وهذه ان ما تحدثت عنها رح نتعرف عليها بالمستقبل هذا موضوع صراحة كبير ويجب نكون عارفين بعد ال other structures اللي موجودة بال other limb حتى نقدر نعرف كل شي هذا كان كل شي عن المراجعة الهنانة انتهت عندي المحاضرة اتمنى كانت بطيفة ضريفة خفيفة وكان من المهم المراجعة ارجع اكد عليها المراجعة شي جدا مهم لانه يساعدني بالتذكر انه لما تمر المعلومة على دماغ اكثر من مرة اذا ما حفظتها تماما وبعد ما انساها فانه لما اريد استذكرها رح تكون المسألة سهلة هاي نقطة النقطة الثانية انه هذه كانت اخر محاضرة على ال اكز الله والمحاضرة القادمة عن الابرلم رح تكون عن الارم رح نبلش بالارم هاي النقطة النقطة الثالثة انه رح اعمل تصويت سواء كان على قناة اليوتيوب او على قناة التليجرام طبعا التصويت قد قد يبين لكم بال سكرين ريكوردين اللي قد يصير على الفون هاي بيين لكم شون الدخلون على التصويت على قناة اليوتيوب ولكن التصويت المهم انه هو التصويت شنو بالارم اكو فكرتين الفكرة الاولى انه تكون المحاضرات مثل هذه يعني انه البركيال مثلا البركيال ارتري يكون محاضرة واحدة النارز يكون المحاضرة واحدة يعني كل التفاصيل المصز كل واحدة من ادهن تكون بمحاضرة واحدة ولا تحبون أن أختصر الأرم كلها بمحاضرتين أو ثلاثة أو محاضرة واحدة هذا الشيء أريد تصوتون علي لأنه جدا رح يهمني ورح يساعدني كثيرا بالشغل حتى أعرف أنه أنتو شنو اللي تحبذوا بهذا المعنى فسواء كان على تليجرام أو على اليوتيوب يعني صراحة هو لازم يكون تصويت واحد فرح يكون أكون تصويت واحد ورح أخذه بنظر الاعتبار فليحب يعني يصوت أسفل قناة التليجرام يقدر يدخل عليها أو رح يكون على اليوتيوب بعد ما أمتأكد وين ولكن هو بعد هذا الفيديو مباشرة رح ينشر نلتقي بفيديو آخر